كيف نعلا أكيد اتفرقت على منتخب مصر المرة الفاتت قدام غينيا بساو أريد أن أعرف انتباعاتك عن الأداء والنتيجة نتيجة طبعا كل مصرين كيف يتمنونها عايز تلات نقاط مهمين جداً وغد النظر عن الكم من نفسه فنتيجة أنت كنت عايزة هدف زي اثنين زي ثلاثة نعم الهدف تأخر شوية وكان عندك بعض الفرص اللي ضايع حظك وحش لكن يستمر الأداء في السوق مفيش أي تحسن مفيش أي حاجة تغيرت من بين نيجيريا وهينيا نفس الأداء السيء نفس عدم ضبابية في الأداء ضبابية في أداء اللعيبة ووظائف اللعيبة نفسها على مدى المباراة كلها بحيث أن كل لعيب يلعب الحاجة بتاعته هو حاجة فردي طيب خلينا نتكلم على موضوع الوظائف العدري قدرت عليه انت بتتكلم على الماتش اللي هو التاني كلنا قلنا اللعيبة الخاتل الأمامي بالذات اتوظف غلط الماتش الأولين الماتش الثاني الراجل قال لك اهو زي ما انتم عايزين هل اللي خطأ اللي انت بتتكلم على الحضرك بتتكلم عليه خطأ تشكيل ولا خطأ خطأ توظيف طيب زي عبدالله سعيد انت زي تبدأ عبدالله سعيد في نص الملعة كثالت هم ازاي وخطأ نحية الشمال ووديت النين نحية المين وخليت السلية اللي هو رو خمسة اللي في نص الملعة مع ان المفروض الطبيعي انك تعكس عبدالله لازم لو انت بتلعب بكده لو انت مش عايز تلعب اربعة اتنين تلاتة واحد عايز تلعبها اربعة تلاتة تلاتة لازم الشكل تغير لازم عبدالله يبقى هو اللي متقدم شوية نين هو بقى على الدايرة ستة وتخلى عمر السلية انت وديت عبدالله في مكان تقريبا عبدالله اول مرة بتحطي في المكان ده من يوم ملعب كورة ها في نحية الشمال وطالب منه ان يدافع وطالب منه هو يستلم كورة وتحرك نقدرش بدنيا لو انا من عبدالله السعيد وفي المحدد المباراة اتقالها هتلعب هنا او كنت عارف قبلها بالوظائف دي انا هنزل اناش موجود في المباراة عبدالله مع احترام الكامل طبعا عبدالله لعب ممتاز طبعا لعب نزل ممتش وخرج انا محسن شو عبدالله انه بلعب في مكان مش مكانه طالب منه وظائف مش وظيفه الى جانب حاجة كمان انت ملكش تريد لعب يا ايمن هو عمل حاجة الناس كلها طبعا اعتردت واكيد اعتردت دي وصلت له الشكل والتشكيل غلط وازاي تلعب بكده فقال طب ماشي انا هلعب بالتشكيل الناس كلها عايزيها عايزين عبدالله قادي عبدالله لكن التوظيف غلط اوحش حاجة انا بقى عندك لعيب وتوظفه غلط زي ما حضرتك في فترة كده اتراح موظف مصطفى محمد ناحية اليمين او ناحية الشمال او محمد صراحة الصحاربة ايه ليه او تريزيجي تلعبه كتلت في نصف الملعب وولسه لجاء من الاصابة سبع ثمان شهور في اول مباراة كل دي اخطاء بس سماجة صلاحة يعني هو بص يا ايمن هو رجل عنيد الى اقصى درجة صحيح دي حقيقة عنيد جدا هو بيسمع وبيتكلم فبيحاول ريحنا بس بريحنا بس في الاخر عايز قراره هو او رأيه اللي يمشي فانت تشكيل ماشي صح لكن التوظيف غلط فنفس شكل اللعب نفس شكل اداء مفيش ترابط مفيش تجانس خدوك كلها بقيد عن بعض الملعب مفتوح خالص نص الملعب فاضي جدا انت ما عندكش حاجة الروح هي اللي كتغلب الشوت الاول ومفيش روح هو طلع قال انا طلع قال تصريح برضو بجد حاجة يعني شعب بتاع كلمين قال لك مبروك الروح والاداء مبدئيا ولا في روح ولا في اداء الروح بيبقى من شكل اللعيبة من شكل وشوش اللعيبة انا ممكن استغنى على المدير الفني وانزل بعد اول مبارنة خسرانة تحس ان اللعيبة دي لا مش هنضيع وقت انما الرتم واحد والاداء واحد بس بداية الشوت الاول يا كابتن بعد ايزنك تحس ان اللعيبة عايز اتغير اللي حصل الماشي اللي اتغير انك انت بتلاقي فريد ضعيف ومبارات السودان هتلاقي الشكل احسن وممكن تكسب نتيجة عالية انت بتلاقي فريد ضعيفة انت حظك بادائك ده تشكلاتك دي ان انت وقعت في المجموعة دي مجموعة ضعيفة جدا مضمون ست نقاط خدت لقيت المبارات السابقة وثلاث نقاط مسجدان مضمونين اكيد ان شاء الله باداء بكل حاجة لكن انا بتكلم ايمن وجود اخطاء اخطاء انا بتكلم دايما ببص لما بعد كده انت هتخش بعد كده المستوى هيعلى ممكن على فكرة الحظ يساعدك والسيناريو والغايل خالص ان الجزائر خلاص بالنسبة لك كده بعيد جدا لكن انا بتكلم عليك انت انا بتكلم على شكل منتخب مرشح للبطولة مرشح للبطولة لحد الان مفيش اخناع ولا المدير الفني ولا اللعيبة بص ايمن احنا كنا لعيبنا كورا شكل اللعيب يبان في الملع شكل عمر مرموش المباراة صابقة ايه واحد بيلعب فردي مش مركز مفيش طريقة بيلعب بيها مفيش هو بعد امس الكرة بيعمل ايه اخطاء كتير جدا الكل كل قرارات غلط قرار غلط من اللعيب تعرف ان هو مشهول عقله مشهول بحاجة مش مبسوط من حاجة مش مقتنع بحاجة بس انما الروح والكلام ده ما شفتش روح ولا حاجة هو بيقول كلام مسترسل بيحاول يتحك بيه على جمهور مصري اللي هو الريدي عارف عارف الامور ماشي ازاي صحيح